بسم الله والحمد لله و صلاة وسلام على رسول الله ثم أما بعد نحييكم مرة أخرى في مقرر القرآن الكريم والدراسات الإسلامية للصف الأول المتوسط اليوم بإذن الله سنأخذ الوحدة السابعة الدرس الثامن تفسير سورة العاديات قبل الدخول في الدرس الجديد من المهم أن نراجع الدرس السابق حتى نتأكد من وصول الدرس السابق إلينا كذلك لننطلق بعد ذلك إلى درسنا الجديد في الدرس السابق أخذنا سورتي التكاثر تفسير سورتي التكاثر والقالع سنسأل بعض الأسئلة نتمنى منكم الإجابة على تلك الأسئلة السؤال الأول استدل من سورة التكاثر على ما يلي الأمر الأول يرى الناس النار يوم القيامة يرى الناس النار يوم القيامة ما الدليل على ذلك من سورة التكاثر؟ استرجعوا ما أخذنا وتذكروا ثم بعد ذلك بيّنوا واستدلوا على هذا الأمر من سورة التكاثر وهو أن الناس يرون النار يوم القيام يرى الناس النار يوم القيام أحسنتم نقول في قوله عز وجل لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين فهذا دليل على أن الناس يرون النار يوم القيام العبارة الثانية استدل من سورة التكاثر على يسأل الناس عن كل أنواع النعيم يوم القيامة يسأل الناس عن كل أنواع النعيم يوم القيامة ما الدليل؟ ما الآية التي جاءت في سورة التكاثر؟ تدل على هذا الأمر أن الناس يسألون عن كل أنواع النعيم يوم القيامة أحسنتم نجد ذلك في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم فهذه الآية الدالة على أن الناس يسألون عن كل أنواع النعيم يوم القيامة السؤال الثاني توزن أعمال الناس يوم القيامة فيكون ميزان كل إنسان إما ثقيلا وإما خفيفا فمتى يثق الميزان الإنسان ومتى يخف متى يكون هذا الميزان ثقيل ومتى يكون هذا الميزان خفيفا من يستطيع الإجابة على هذا السؤال قد جاءت معنا في سورة القارعة تذكروا الآيات وحاولوا أن تجدوا متى يكون هذا الميزان خفيفا ومتى يكون هذا الميزان ثقيلا أحسنتم نقول في قول الله عز وجل فأما من ثقلت موازينه أي من كانت أعماله الصالح هي الراجحة هي الكثيرة هذه تثقل أعماله أما القسم الآخر وأما من خفت موازينه هذا الذي يخف فيه الميزان فهو الذي لم ترجح حسناته بل رجحت سيئاته فهذا هو جواب هذا السؤال بعد ذلك ننطلق في درسنا الجديد سنأخذ بحوله وقوته سورة العاديات تفسير سورة العاديات في هذا الدرس بإذن الله أولا سنبين معاني الكلمات الغريبة والتي قد تشكل على البعض معرفة معناها وأيضا سنفسر الآيات من سورة العاديات كذلك سنستدل على البعث من سورة العاديات كذلك في ختام هذا الدرس سنستشعر جميعا أهمية أن نشكر الله عز وجل على جميع نعمه نبدأ أولا بالاستماع إلى الآيات أتمنى أن نختار مكان مناسب وأن ننصد إلى الآيات حتى يتسنى لنا بعد ذلك تفسير هذه الآيات ومعرفة معناها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بعد الاستماع إلى الآيات من المهم الضروري أن نتعرف على بعض الكلمات التي قد تشكل على البعض معرفة معناها فلدينا في هذه الآيات في أول كلمة معنا في قوله عز وجل فأثرن به نقعا ما معنى كلمة نقعا فأثرن به نقعا كلمة نقعا ما معنى هذه الكلمة من يستطيع الإجابة على هذا السؤال ما معنى كلمة نقعا أحسنتم نقول معنى نقعا أي غبارا 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 أي هو المعنى لكلمة نقعا نأتي إلى الكلمة الثانية في قوله عز وجل إن الإنسان لربه لكنود ما معنى كلمة لكنود ما معنى كلمة لكنود من منكم استطيع الإجابة على هذا السؤال ما معنى هذه الكلمة أحسنتم لكنود أي لجحود معنى كلمة لكنود أي لجحود الكلمة الثالثة والأخيرة معنى في هذه الآيات في قول الله عز وجل وإنه لحب الخير لشديد ما معنى كلمة الخير في هذه الآية وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ ما معنى كلمة الخير؟ أحسنتم معنى كلمة الخير أي المال معنى كلمة الخير أي المال بعد ذلك ننطلق في التعرف على تفسير هذه الآيات فنبدأ أولا في أول هذه الآية يقول الله عز وجل وَالْعَاديَّاتِ ضَبْحَا ما معنى وَالْعَاديَّاتِ ضَبْحَا ما تفسير هذه الآية؟ أي يقسم الله عز وجل بالخير التي تجري في سبيله نحو العدو حين يظهر صوتها من سرعة عدوها والعاديات أي هذه الخيل التي تعدو فحينما يخرج منها هذا الصوت الله عز وجل يقسم بهذه الصفة والعاديات ضَبْحَا ثم يكمل الله عز وجل بعد ذلك فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا وَكُلُّ ذَلِكَ مُرْتَبْطٌ بِالْخَيْلِ أي أن هذه الخيل التي تسرع فتضرب بحوافرها الأرض فيخرج هذا الشرر تنقدح هذا هو معنى هذه الآية فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا أي فالخيل التي تنقدح النار من حوافرها من شدة عدوها من شدة ركضها من شدة جريها أيضا الآية التي تليها مرتبطة أيضا بالخيل يقول الله عز وجل فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحَا أي فالمُغِيرَاتِ على الأعداء وقت الصباح عند الصبح هذا هو معنى فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحَا ثم بعد ذلك جاءت الآية الأخرى فَأَثَرْنَا بِهِ نَقَعَةِ أي فأخرجنا بهذا العدو بهذا الجري غبارا حتى انتشر في الأرجاء فالله عز وجل الآن يجعل لك هذه الصورة أمامك أن هذه الخيل حينما تعد وتركه وتجري ثم بعد ذلك تتأثر هذه الأرض فينتشر هذا الغبار فأثرنا به نقعة ثم بعد ذلك قال الله عز وجل فوسطنا به جمعة أي فتوسطنا هذه الخيول وسط هذه الجموع من الأعداء أي دخلت في داخلها وفي وسطها ثم بعد ذلك جاء جاء إن الإنسان لربه أي لنعم ربه لكنود لجحود وهذا يبين خطورة أن يجحد الإنسان نعمة الله عز وجل عليه وأن يبادل هذه النعمة به الشكر فيشكر الله عز وجل بأن يجعل هذه النعمة ويسخرها في طاعة الله عز وجل والبعد عن معصيته سبحانه فجاءت الآية بعد ذلك وإنه على ذلك لشهيد أي أن الله عز وجل سبحانه شاهد على هذا الجحود ثم تأتي الآية الأخرى وإنه لحب الخير لشديد أي أن هذا الإنسان لحب المال لديه هذه الصفة وهي صفة حب المال صفة موجودة عند الإنسان هذه الصفة قوية وشديدة عليه لهذا قال الله عز وجل وإن هذا الإنسان لحب المال لشديد ثم جاءت الآية بعد ذلك أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور هذا الإنسان الذي أنعم الله عز وجل عليه وإعطاه من الرزق والنعم هل هذا الإنسان قد تصور هذا الأمر وهو أن الله عز وجل أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أي أفلا يعلم الإنسان ما ينتظره إذا أخرج الله الأموات من القبور للحساب والجزاء الإنسان يتفكر ويتأمل ماذا؟ ماذا سيستفيد بعد أن يصرف هذا المال وأن يدفع هذا المال لهذا يتذكر هذا الموقف الرهيب والموقف العظيم حينما يقوم الناس من قبورهم ثم يأتي بعد ذلك تأتي الآية يقول الله عز وجل وحصل ما في الصدور أي استخرج الله عز وجل ما أخفته الصدور من خير أو من شر ثم جاءت الآية الأخيرة إن ربهم بهم يومئذ لخبير أي إن الله عز وجل سبحانه خبير بهم لا يخفى عليه شيء من ذلك سبحانه فهذا شيء من تفسيري هذه الآيات بعد أن فسرنا هذه الآيات وتعرفنا على شيء من معانيها لو سألتكم سؤال ما الذي نستفيده من هذه الآيات قبل قليل استمعنا إلى شيء من معاني كلمات هذه الآيات وأخذنا تفسيرا مختصرا حول هذه الآيات فلو سألتكم من يستطيع أن يستخرج لي فائدة يستنبط فائدة من هذه الآيات نريد أن نستخرج فائدة من هذه الآيات انظروا إلى الآيات وتذكروا ما قلنا قبل قليل في تفسيرها وحاولوا أن تذكروا لي ماذا نستفيد ماذا نحصل من هذه الآيات من فوائد علمية من يستطيع الإجابة انظروا إلى الآيات أحسنتم نقول أبرز تلك الفوائد من هذه الآية وهذه الدروس المستفادة أن من طبيعة الإنسان نسيانه لنعم الله عز وجل عليه لا سيما عندما يصاب بمصيبة لذلك يقول الله جل وعلا وقليل من عبادي الشكور فلهذا نتذكر أن في الإنسان صفات طبيعية ومن تلك الصفات حب هذا المال فحينما نأخذ هذا المال أن نتذكر أن الله عز وجل سيحاسبنا على هذا الصنيع فلا نأخذ المال إلا من طرقه المشروعة ومن أسبابه التي شرعها الله عز وجل ثم بعد ذلك أن نصرفها فيما يرضيه سبحانه أيضا من الفوائد والدروس من هذه الآيات نقول من طبع الإنسان حبه الشديد للمال ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون هذا أن يكون حبه لله عز وجل يكون حبه لله عز وجل وطاعته لله عز وجل أشد من حبه لهذا المال حتى لا يحمله هذا الحب الشديد على عدم أداء حق الله عز وجل في هذا المال وهو الزكاة فالبعض حينما تزداد عنده هذه المحبة للمال قد يأتيه الشيطان فيلبس عليه فيصرفه عن أن يؤدي هذه الزكاة الواجبة فنقول احذر وانتبه فلابد أن تكون محبتك لله عز وجل أعظم من محبتك لهذا المال فلهذا نقول أن تصرف هذا المال في وجوه الخير خصوصا ما يتعلق بالزكاة الواجبة أيضا من الفوائد والدروس من هذه الآيات نقول نستفيد منها التذكير ببعث الناس من قبورهم للحساب والجزاء مما يبعث الإنسان على شكر الله عز وجل وطاعته واتباع شرائه حينما نتذكر أن الناس سيخرجوا من القبور وستحصل ما في الصدور فإن هذا يكون دافع للإنسان أن يحسن العمل في هذه الدنيا وأن يجاهد نفسه في أن يطيع الله عز وجل وينصرف ويترك معصية الله عز وجل فلهذا نتذكر هذا الموقف الرهيب حتى نستشعر ونعلم جميعا أهمية أن نؤدي شكر هذه النعمة بأن نجعلها فيما يرضيه سبحانه بعد ذلك نأتي إلى أمر مهم وكثيرا ما نذكر بهذا الأمر وكثيرا ما ننبه على هذا الأمر ما هو هذا الأمر؟ أحسنتم ما هي الآثار السلوكية؟ ما هي الأعمال؟ ما هي التطبيقات السلوكية التي جاءت في أذهاننا؟ نريد أن نطبقها بعد أن ننهي هذا الدرس سنقيمها في بيتنا أو في طريق ذهابنا إلى المدرسة أو في المدرسة أو في مسجدنا في أي مكان فما هي تلك الأعمال التي انقدحت في أذهانكم وتريدون أن تحققونها في واقعكم؟ من يستطيع أن يجيب على هذا السؤال؟ نريد آثار سلوكية أعمال تطبيقات في حياتنا نستفيدها ونستخرجها من هذه الآيات من هذه السورة العظيمة من يجيب على هذا السؤال؟ ما هي الأعمال التي ستنفذها في حياتك؟ أعمال، آثار، تطبيقات نستفيدها من هذه الآيات ونترجمها في حياتنا أحسن ثم نقول أبرز تلك الآثار وأعظم تلك الآثار التي نستخرجها من هذه السورة هي أن أتذكر المصير الذي يصير إليه كل إنسان وهو أنه سيخرج من قبره للحساب والجزاء وأن أستعد لهذا بالإيمان الصالح والعمل الصالح لهذا نقول حينما نستشعر ونتذكر أن الله عز وجل سيحصل ما في الصدور من خير أو من شر وأننا سنخرج من هذه القبور فإننا حينئذ نحاول أن نحسن أعمالنا فنجعل ذلك في أذهاننا دائما حينما تخرج من منزلك تتذكر هذا الأمر فتكثر من ذكر الله عز وجل والالتزام بطاعته حينما تجلس في البيت لوحدك تتذكر هذا الأمر حينما يأتيك الشيطان لمعصية الله عز وجل تتذكر هذا الأمر وأن الله عز وجل سيحصل وسيخرج ما في هذه الصدور فأنت حينئذ تحقق هذه الآية وتعمل بمقتضى هذه الآية وهي أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب يوم القيامة بعد ذلك نأتي إلى أسئلة التقويم ونهدف من ذلك حتى نتأكد من وصول الدرس إلينا فنأتي إلى السؤال الأول السؤال الأول يقول الله عز وجل وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ ونكران هذه النعم عيد السؤال مرة أخرى قال الله تعالى وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ أذكر الآية في درسنا الذي درسنا قبل قليل من سورة العاديات تدل على هذه توافق وتدل على هذه الدلالة في هذه الآية وهي أن من طبيعة الإنسان أنه يجحد هذه النعم أحسنتم نقول في قول الله عز وجل إن الإنسان لربه لكنود أي لجحود هذه آية دالة على مثل ما دلت عليه الآية الأخرى وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ بعد ذلك نأتي إلى السؤال الآخر استخرج الآية الدالة على البعث هناك آية تدل على البعث من سورة العاديات ما هي هذه الآية؟ آية تدل على البعث يوم القيامة أحسنتم نجد ذلك في قوله سبحانه أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ فهذه دالة على أن الإنسان سيبعثون ويخرجون من هذه القبور بعد ذلك السؤال الآخر هات ثلاثة أمثلة لطرق كسب المال الحلال وثلاثة أمثلة لأوجه الإنفاق الحلال نأتي للجزء الأول من السؤال نريد ثلاثة أمثلة لطرق كسب المال الآن تعرفنا على أنه من النعم علينا أننا نحاول أن نكتسب هذا المال فما هي الطرق المشروعة التي توجوز أن الإنسان من خلال هذه الطريقة أنه يحصل المال ويأخذ المال من يستطيع أن يذكر أمثلة على طرق كسب المال الآن تريد أن تجمع المال وحب المال صفة طبيعية عند كل إنسان ما هي الطرق والأمثلة التي يجوز ويشرع لك أن تأخذ هذا المال أحسنتم نقول كثيرة لكن أبرزها نقول أولا من طرق كسب المال الحلال الحصول على وظيفة حينما تحصل على هذه الوظيفة فحينما تعمل وتكافى على هذا العمل وتأخذ هذا المال مقابل هذه الوظيفة نقول هذا من طرق كسب المال الحلال كذلك نقول التسويق بالعمولة وهو ما انتشر في هذا الوقت أيضا نقول الطبخ في المنزل وبعد ذلك بيع الوجبات فهذه أيضا من الطرق المشروعة نأتي للجزء الثاني من السؤال ثلاثة أمثلة لأوجه الإنفاق الحلال أي أنك حينما اكتسبت هذا المال أردت أن تنفقه فهذا الإنفاق ما هو الإنفاق الحلال المشروع لك أحسنتم نقول من تلك الأمثلة ومن أوجه الإنفاق الحلال الإنفاق على الزوجة الإنفاق على الأولاد كذلك الإنفاق على الوالدين كذلك الإنفاق لأن تنسق أو أن تقيم رحلة إلى منتزة أو رحلة إلى رحلة مع الأهل فهذه تدخل كلها في الإنفاق الحلال فهذه من صور وأمثلة وأوجه الإنفاق الحلال بهذا نكون للحمد في نهاية هذا الدرس أولاً بينا معاني الكلمات الغريبة والتي قد تشكر على البعض معرفة معناها كذلك فسرنا الآيات من سورة العاديات كذلك ذكرنا واستدلينا على البعث من سورة العاديات وقتمنا ذلك كله بأننا بإذن الله في نهاية هذا الدرس استشعرنا جميعاً أهمية أن يشكر الإنسان الله عز وجل على هذه النعم أن يشكر الله عز وجل على هذه النعم ومن تلك النعم نعمة المال بهذا نكون والله الحمد انتهينا أشكر لكم تفاعلكم وحرصكم وألتقيكم بإذن الله في درس قادم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد